سيكون بعد هذا الشوط بينما الكلمة تنتقل لزميل سالم الحبسي ليكون هو المتواصل معكم بالتعليق على هذا الشوط بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين العزاء متابعين الكرام أسعد الله مساءكم بكل خير أهني مالك بروق سيد عبد الله بن مضفر العامري وأهني أيضا العملاق العناوي مضفر بن محمد العامري الداعم الرسمي لهذا الشعار الكبير وأهني سالم بن صغير العويسي أمضمر بروق في الشوط الحادي عشر تهانينة وناموس لأهالي مدينة العين انطلاقة الشوط الثاني عشر وختام أشواط الفترة المسائية مشاهدين العزاء متابعين الكرام على البركة أعلنت الانطلاق إذا نذهب مباشرة مع أول المراكز وهناك سيارة يوت كلوزر بيكاب مقدمة من سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني شكرا على المساهمة في مهرجان المونديال لسبقات الهجن العربية الأصيلة بينما المركز الأول من تتواجد التزام لسيد سعيد بن زايد الخيارين هي من تأتينا على أول المراكز مشاهدين العزاء متابعين الكرام الدور دور المركز الثاني هناك الفائزة لسيد مبروك بن مانع بودواس العجمي من يأتينا على ثاني المراكز مشاهدين العزاء بينما ثالث المراكز التواجد من منصورة حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري من يأتينا على ثالث المراكز ورابع المراكز التواجد من راهية لسيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري خامس المراكز تصل النصيب لسيد سيف بن مسفر بالراشد العميمي هو من يأتينا على خامس المراكز وهذا ندانا للخمس المراكز الأولى للخمسة المركز الأول وهناك السيارة التي تيوت كلوزر بيكب الانتظار في المنصة الرئيسية المقدمة من سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني له جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذه المساهمة الكبيرة أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة في المركز الأول هناك التزام على الصدارة على المركز الأول أيضا يتواجد السيد سعيد بن زايد الخيارين مع التزام بينما ثاني المركز أرى هناك منصورة لسيد حمد بن سالم بن محمد المريمن يتينا على ثاني المركز التدخل أيضا من راهية عتيق بن محمد بن زيتون المهيري يتواجد على ثالث المركز دور دور المركز الرابع بتواجد نوايا رغش بن طبازه العامري يتواجد بمعتوك على رابع المركز بينما الخيارين على خامس المركز بتواجد اللي هي مشاهدين الأعزاء المسك لسيد سيد بن محمد بن زايد الخيارين بتواجد جابر بن جهين المري وهذه هي النتيجة للخمس المراكز الأولى مشاهدين ولكن الأسماء بعد الخمس المراكز الأولى الأسماء بعد الخمس يتواجد خمستعشر اسم عشرين بكرة مشاركة في هذا الشوط ولكن بعد الخمس خمستعشر يتواجد انتظروا المفاجآت منه ولكن أعود إلى التغييرات بدأت التغييرات من منصورة حمد بن سالم بن محمد المريمن يتينا على أول المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ولكن راهية من الجانب الآخر عتيق بن محمد بن زيتون المهيري من يتواجد على ثاني المراكز والمنافس الأقوى والحوار على أول المراكز من هذا الشعار شعار بن زيتون بينما ثالث المراكز هناك تتواجد التزام سعيد بن زايد الخيارين على ثالث المراكز أيضا رابع المراكز نوايا للسيد رغش بن طبازة بن دودة العامري من يتينا على رابع المراكز ولكن خامس المراكز بتواجد المسك لسيد سيد بن محمد بن زايد الخيارين هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام للخمس المراكز الأولى الخمس المراكز الأولى ولكن بعود إلى صدارة إلى المقدمة وبقول هناك في المركز الأول منصورة منصورة حمد بن سالم بن محمد المريات هنا على أول المراكز مشاهدين الأعزاء ولكن هناك مرافق المنصورة تتواجد راهية راهية عتيق بن محمد بن زيتون المهيري هذا الشعار المتألق تألق كبير في هذا الموسم وتتغير في هذه اللحظات إلى المركز الأول انتقل إلى الثالث المركز ولكن هناك التزام سعيد بن زايد الخيارين يتواجد على الثالث المركز والاسم الجديد الذي يتهينا على رابع المركز وصلة الذيبة الذيب سعيد بن بطي الزعبه يتواجد على رابع المركز مشاهدين العزاء متابعين الكرام بينما نوايا نوايا على خامس المركز رغش بن طبازة بن الدودة العامري يتين على خامس المركز بهذا الأداء الجميل وهذه هي الخمسة المركز الأولى الخمسة النجوم الكبار هنا في مهرجان التحدي في مهرجان المونديال لسبقات الهجن العربية لصيلة ولكن أرى التزام غيرت التزام غيرت كهدين العزاء بتواقد هناك سعيد بن زايد الخيارين على المركز الأول وراهية راهية هناك بمعية التزام المنافس الأقوى سيد عتيج بن محمد بن زيتون المهير يتواجد يتواجد أبو محمد يتواجد أبو سعيد معه أيضا راهية الله 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 أعود مع الذيبة الذيبة على ثالث المراكز سعيد بن بطي الزعبياتين على ثالث المراكز بينما رابع المراكز هناك التواجد لمنصورة لسيد حمد بن سالم بن محمد المرياتين على رابع المراكز انتقل مع اللي هي نوايا نوايا على خامس المراكز رغش بن طباز بن الدودة العامرية تواجد على خامس المراكز في هذه اللحظات هذه الخمس المراكز الأولى المشاهدين العزاء ومتابعين الكرام ولكن بعود إلى الصدارة بعود إلى المركز الأول وبدأنا نقترب من لايحة الأربع كيلو مترات أي بمعنى انتهن أربع كيلو مترات وبدأنا في الأربع كيلو مترات التي يبدأ دائما المضامرين فيها بوضع الخطة الرسمية لانتزاع المركز الأول والظفر بالسيارة الكلوزر البيكاب المقدمة من سمو الشيخ محمد بخليفة الآن هناك أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول المشاهدين العزاء مع راهية على الصدارة على المركز الأول ولا الذيبة في المركز الأول سعيد بن بطي الزعب هي من غيرت على أول المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بينما ثاني المراكز التواجد هناك من اللي هي اللي هي على ثاني المراكز التزام سعيد بن زايد الخيارين يأتينا على ثاني المراكز راهية من تأتينا على ثالث المراكز عتيق بن محمد بن زيتون المهيري يأتينا على ثالث المراكز رابع المراكز هناك بتواجد اللي هي نوايا نوايا على رابع المراكز رغش بن طبازو بن الدودة العامرياتين على رابع المراكز بينما خامس المراكز من الجانب الاخر هناك ثمينة لسيد سهيل سعيد بن سهيل بن دري الفلاحية تواجد واول نداء اول نداء لثمينة اول نداء على خامس المراكز وغيرت على رابع المراكز لسيد سعيد بن سهيل بن دري الفلاحية من تاتينة في هذه اللحظات مشاهدين العزاء متابعين الكرام على خامس المراكز هكذا هي نتيجة للخمس المراكز الأولى مشاهدين العزاء متابعين الكرام ولكن أعود إلى الصدارة أعود والعود وأحمد أعود مع الذيبة الذيبة على الصدارة على المركز الأول صاحبة الميدان صاحبة الميدان ترقص على أرضية ميدانها سعيد بن بطي الزعبي يتواجد على أول المراكز مشاهدين العزاء متابعين الكرام بينما دور دور المركز الثاني هناك أيضا صاحبة الميدان التزام سعيد بن زايد الخيارين يتواجد على ثاني المركز وراهي على ثالث المركز سيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري على ثالث المركز بينما وصلت وصلت ثمينة سعيد بن سهيل بن ادري الفلاح ياتينا على ثالث المركز يا سلام القادم أحلى من وصلت صوغة عبدالله بن مظفر بن محمد العامري وهذا الاسم الذي يعشقه سيد مظفر العملاق العيناء وراعي صوغة وصلت صوغة على ثامس المركز وأول ندال صوغة صاحبة انجازات يا سلام هذه هي صوغة لسيد عبدالله بن مظفر بن محمد العامري وسالب بن صغير العويسي يتواجد أحد شبابنا المضمرين نار على علم هو مضمر صوغة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في خامس المركز ولكن بعود مع الذيبة الذيبة وخليك ذيبة يا ذيبة سعيد بن بطي الزعبي يتواجد على أول المركز وفي الكادر رقم واحد يسجل باسم ذيبة سيد سعيد بن بطي الزعبي بينما ثاني المركز التزام لسيد سعيد بن زايد الخيارين يتواجد على ثاني المركز راه يمن تاتين على ثالث المركز سيد عتيك بن محمد بن زيتون الامهيري وصلت ثمينة ثمينة على رابع المركز سعيد بن سيل بن دري الفلاحية سلام هناك صوغة على خامس المركز مشاهدين الأعزاء صوغة لسيد عبدالله بن مظفر بن محمد العامري مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام هذه هي النتيجة ولكن بدأت الأسماء بدأ النجوم يقتربون للمنافسة وبدأنا نقترب من المنعطف الأخير المنعطف الأخير والخطير مشاهدين الأعزاء بقيادة الزيبة سيد سعيد بن بطي الزعبي يتواجد على أول المركز ما شاء الله تبارك الله مشكور مشكور يا بو بطي على هذا الأداء أداء الزيبة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام المملوك السيد سعيد بن بطي الزعبي وأنسلتوني عن الموقع نقترب من لايحة الألف والخمسمائة متر الأخيرة الخطيرة بقيادة تذيبة ولكن تحركت التزام تحركت التزام الله 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 التزام سعيد بن زايد الخيارين بينما راهية راهية من الجانب الأخر أولى عشوت من الألف والخمسمائة متر الأخيرة أتيك بن محمد بن زيتون الأمهيري والأول إذاعة أول إذاعة لسمحة الفندي بخميس من الفندي المزروعي أمال أهل الغربية معك يا راعي سمح الله خامس المراكز تصل هناك ثمينة سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي مشاهدين الأعزاء هذه النتيجة ولكن بعود بعود مع التزام التزام على الصدارة على المركز الأول التزام والتزمي التزام بالنموس سعيد بن زايد الخيارين ولكن هناك الذيبة الذيبة مطاعة الذيبة مطاعة الذيبة في المركز الأول سعيد بن بطية الزعبي الله 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 الكيلو الأخير الكيلو متر الأخير أذكر لمن يريد الذكرى أنبه لمن يريد التنبيه مشاهدين الأعزاء بأن الذيبة على أول المركز هناك تيوتا البيكاب الكلوزر المقدم من سموه شيخ محمد بخليه ألاني ولكن الذيبة الذيبة ووصل السمحة سمحة 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 الله 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 الفندي بخميس من الفندي المسروع بينه والتزام على ثالث المراكز سعيد بن زايد الخيارين مشاهدين العزاء بعود مع الذيبة بعود مع الذيبة ولكن الاسم الجديد القادم في في سعيد بن محمد العميمي أحد من سجل نقطة في هذا المساهية على رابع المراكز ولكن بعود بعود مع الذيبة الذيبة سعيد بن بطية الزعبي على أول المراكز مشاهدين الأعزاء المتابعين الكرام الأربع مئة المتر الأخيرة الخطير الله 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 يذيبه الثيبه والتزام ووصلت في واصلوا قادم ومشاهدين العزاء ولكن سعيد بن بطي الزعبي وفي المنافس الأقوى في للسيد سيف بن محمد العميم ولكن السلام السلام عيناوي السلام عيناوي الظاهر المئة المتر الأخيرة الشحاني عفوا الشحاني السلام شحاني الى هالي الشحانية السلام يمسي في الشوط الأخير مع هالي الشحانية ومع الذيبة السيد سعيد بن بطي الزعبي ثاني المراكز هناك فيه سيد بن محمد العميمي ثالث المراكز هناك سمحة الفندي بخميس من الفندي المزروعي بينما رابع المراكز وصلت التزام سعيد بن زايد الخيارين خامس المراكز هناك الذيبة سلطان بن محمد المالكي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة أعود بالتهنية والناموس الى مالك الزيبة سعيد بن بطي الزعبي وهني ايضا هالي الشحانية على هذا التألق الجميل في هذا المساء في سن الكبار وما احلى الرقص دائما مع الكبار اعودني بالتوقيت الزمني لحظات وصول الزيبة قاطعة المسافة من الثمانية كيلو مترات في زمن المقدارة 13 دقيقة 18 ثانية 56 جزو من ثانية تهانينا والناموس مشاهدين العزاء متابعين الكرام بينما ثاني المراكز 13 عشرين 13 دهانينا والناموس لمالك في سيب بن محمد العميمي ثالث المراكز مشاهدين العزاء متابعين الكرام هناك سمحة 13 واحد وعشرين 22 جزو من الثانية تهانينا والناموس لمالك سمحة الفندي بالخميس بالفندي